من أجل تأمين العاصمة ومحيطها من تكرار العمليات الإرهابية التي شهدتها في الأشهر الأخيرة نفذت قطعات قيادة عمليات بغداد منذ نحو إسبوع عملية عسكرية حملت تسمية قضم الأرض استهدفت بقايا مظافات عناصر داعش المنتشرة في المزارع والبساتين في مناطق الطارمية شمالية العاصمة لا تزال عملية قضم الأرض مستمرة في قاطع عمليات شمال بغداد حيث تم تدمير العديد من المظافات وتدمير وقتل عدد من الإرهابيين والقاء القبض على الإرهابيين أيضا ضمن قاطع المسؤولية وكذلك تم الاستيلاء على الأحزمة الناسفة والعبوات الناسفة ضمن قاطع المسؤولية العملية أثمرت عن تطهير منطقة الغزيلية والهورة والإقصيرة والسلمان وغيرها من المناطق التي تمتاز عن غيرها كونها مناطق زراعية وبساتين استغلها عناصر داعش للإعداد لعملياتهم الإرهابية لكن الجهد الاستخباري تمكن من تحديد تلك المناطق عبر المراقبة والتتبع العملية واضحة جهدها الاستخباري والميداني للانتهاء من وجود هذه المظافات أو العدو في هذه المنطقة وبالتالي أيضا انتهاء من تواجد داعش الرهابي وفسح الطريق من القوات الأمنية لبسط الأمن كاملا في مناطق شمالي بغداد مما سوف ينعكس إيجابيا على كافة مناطق أسفرت هذه العملية عن العثور على العديد من المظافات للإعداد الإرهابي وإلقاء الغابض على عديد منهم بالإضافة إلى العثور على الأسلحة والاعتداء في تلك المناطق شارك في هذه العملية عناصر الحجد العشائري الذين أكدوا على استمرارهم في مسك الأرض التي طهرتها ورفض الأجهزة الاستخبارية بالمعلومات عن العناصر التي تنتمي لداعش في تلك المناطق راح إن شاء الله نكثف الجهد الاستخباري مساعدة القوات الأمنية وزارة الداخلية ولواء 22 فرق السادسة وعمليات شمال بغداد وعمليات بغداد وإن شاء الله نلاحقهم ونعتقلهم فرد فرد واللي نقتله منهم قضم الأرض عملية عسكرية نفذتها قطعات قيادة عمليات بغداد استهدفت تطهير بعض مناطق حزامها من الإرهابيين بعد ورود معلومات استخبارية أكدت استخدامهم لتلك المناطق كمحطة لانطلاق عملياتهم الإرهابية نحو عمق العاصمة من منطقة أطارمية عند أطراف العاصمة بغداد وليد الشيخ الحرة